أول حاجة للأسس أن أنا أختار نوعية الأكل طبعا أنها كأهضار أو فاكة ده اللي أنا أعتمد عليه وطبعا بأخذ أولا من الكايبوهدرات والدهون دي أهمها والسكريات على العموم يعني دي أول حاجة تاني حاجة التوقيت التوقيت ده عامل مهم جدا في الأكل يعني لازم أحدد معاد الواجبة يعني مثلا لازم يعني معاد الواجبة ده مهم جدا بالنسبة للحرق من أول الصحيان يعني الحرق بيبدأ من أول ما الواحد بيصحى منه تمام وأول حاجة بيبدأ بيحطها بقوة وبالتالي احنا بنيجي بنقول لازم الفطار بيبقى خلال من ساعتين لثلاث ساعات بعد الصحيان من خلال أول ساعات اللي هي بعد الصحيان يعني لو بيصحى الساعة سبعة مثلا الفطار من مثلا سبعة لغاية عشرة في الرنج ده عشان نقدر يعني نضمن في بداية عملية الحرق نفسها ده أهم حاجة التوقيت والتوقيت برضو مهم جدا بالنسبة للنوم بالليل يعني ما جيش مثلا أكل ونام لا لازم ببين آخر واجبة والنوم تلاث ساعات على الأقل على الأقل ده مهم جدا الموضوع التوقيت تاني حاجة نوعية الأكل نفسها إزاي أختار الفكهة اللي هي تقدر تساعدني مش الفكهة يعني اللي هي تقدر تساعدني في أن أنا أحافظ على وزني تساعدني